اشتركوا في القناة وهو مع أهل اللغة نفسها الكلام الممارسة والخطأ ثم التصحيح من أهل اللغة نفسها والنتيجة انطلاق اللسان بالتراكيب والجمل الصحيح الممارسة هي رياضة الفك لذا قالوا قديماً فسرعة تعلمنا مربوطة بكثرة تحريك ألسنتنا على اللغة الجديدة بقدر ما نتكلم ونتكلم ويصحح لنا بقدر ما نتعلم اللغة بشكل أسرع كثيرة هي وسائل المساعدة على التحدث مثل طريق الجام، لعب الأدوار والخطابة وحتى التحدث أمام المرأة يكون تعلمنا للمحادثة على مراحل أولاً نتكلم الكلمات بشكل مفرد ثم الجمل البسيطة فالمعقدة والنتيجة قدرتنا على التحدث بموضوع كامل لا ننسى أن قدرتنا على المحادثة مربوطة بشكل وثيق بالاستماع فكلما أكثرت من الاستماع بلغة ما انطلق لسانك بشكل أسرع لمعرفة مزيد تابعونا في الحلقات القادمة